أهالي شهدائنا وكل المصريين في استشهاد طبعاً رجالتنا في حادث شرق القناة الإرهابي بالأمس خبر مؤسف لنا كلنا نادي الأهل كمان يعني بينعي شهداء الوطن فبالتالي خبر حزين ومؤلم لكن والله والله أبداً مش هتقدروا توقفوا التموح والأحلام اللي عند الشعب المصري واللي عند المسؤولين على رأس القيادة السياسية في مصر واللي عند الرئيس الجمهورية السيد الرئيس سعد فتاح السيسي عجلة الإنتاج هتستمر التطور هتستمر وكل الأحلام هتتحقق بإذن الله هي مراحل بنعديها بس محدش هيقدر يوقف المراحل دي أو يوقف كل التموح والأحلام اللي عند الشعب المصري كله آه بنخسر رجالة من عندنا بس هم في منزلة عالية جداً وهي منزلة الشهداء ربنا رب يرحمهم ويصبر أهالهم ويصبرنا كلنا بإذن الله تعالى